مستمعي ومشاهدي الكرام أهلا بكم في حلقات ومضة قرآنية مرحبين في هذه الحلقة بفضلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر فضلة الدكتور أهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا بك ما السر في بداية صورة الفلق بلفظ قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعده نلحظ قل أعوذ رب الفلق قل هو الله أحد قل أعوذ رب الناس قل يا أيها الكافرون قل أحيى إلي أنه استمع كل هذه الآيات التي تبدأ في كل الملاحظ أن الأمر الطبيعي حينما يقول الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد قل أن يكون النبي قلته أعوذه أو أن تحذف كلمة قل لأنه من باب التعليم فيقول النبي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذه لكن جاءت كلمة قل هنا لسر وليحكمة وفائدة ما هو هذا السر؟ أن نتبين جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له في بلاغ القرآن بل إن الله قال له كل فقال النبي كل إذن حينما نقرأ كلمة كل في القرآن الكريم نعلم أن دور النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن البلاغ فقط فليس له تصريف ولا دخلة ولا حتى أنه ينقل القرآن بالمعنى كما يدعي البعض إذن الآيات التي تبدأ بكل تدفع طعن الذين يطعنون على القرآن أن القرآن نقل بالمعنى أو أن المعاني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كلمة كل تدل على هذا المطعن وكلمة كل تدل وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دوره مع القرآن البلاغ فقط صلوات ربي وتسليماته عليه هذا والله أعلى وأعلم شكرا فضيلة الدكتور مستمعي ومشاهدي الكرام إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا